ما بعد الأخبار الزميل وائل عواد يسعد صباحا صباحا لكو الأمير وعفاة أعطيك العافية يسعد صباحا إذن وائل يعني مجموعة من العنوين ربما اللي بدنا نتطرق إلها في فقرة ما بعد الأخبار معك البداية مع شو رح تكون أولا يعني قبل قليل الوصل بأنه الشهيد الفتا أركان ثائر مزهر من مخيم الدهيشي قريب من بيت لحم أمس قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فواجهها أبناء المخيم لمنعهم من عملية الاقتحام فكان هناك إطلاق للرصاص الحي قامت فيه قوات الاحتلال بإعدام الشهيد الفتا أركاني لعمره 12 عام وأيضا أطلقت الغاز المسيل للدموع وكانت ليلة قاسية جدا ليلة أمس فيها المخيم الشهيد يعني هناك معلومات تقول بأنه رصاصة أصابته بشكل مباشر فأردته قتيلا له ولجميع شهداءنا الرحمة والسلامة إن شاء الله بدأنا نتكلم موضوع حالي من التخدير في ردة الفعل عند مجتمعنا العربي وأيضا يمكن الفلسطيني بشكل عام بداية الأخبار كانت اللي تفضلتوا فيها بأنه هناك اقتحامات بالجملة والجملة الكبيرة للمسجد الأقصى المبارك بتذكر لما كان يكون فيه اقتحامات مززماني كتير قبل سنوات قليلة جدا كان الموضوع خبر كبير وكان في حالة استفزاز واستنفار عند المجتمع العربي نحكي عن أكثر من 1600 مستوطن هناك أرقام تقول 1650 مستوطن دخلوا كيف حكيتوا اعتداء على المقدسيين كمان في مجموعة من المستوطنين أجوا لابسين ملابس العمل ولابسين الخواذ بتاعت الشغل وكان يطالبوا بالدخول لبناء الهيكل طبعا وهذا اشي رمزي كان شكلي ولكن هاي الأشياء الرمزية تكرارها عم بيحولها لاشي احنا عم نتعود على هذا المشهد وهذا عم بيحول القضية إلى خطرة وخطرة جدا حتى الإعلام عم بتعاول مع الموضوع مع الوقت وكأنه صار خبر أصغر شوي وعم نكتفي في الكثير من المرات ببعض التصريحات والرصد وبأنه بحطوا أشخاص بس يعدوا أكم مستوطن فات وبنضبل إشي داخل ملف وهذا اشي جدا يعني بيخلت نوع من الإحباط أو الأسئلة اللي لازم نسألها لأنفسنا كمجتمع أنه يعني نعيد عليها نحن كمجتمع ونحن أيضا كوطن عربي ربما الأمر غير متعلق فقط ومقتصر على المجتمع العربي الفلسطيني داخل الخط الأقدر أو على الشعب الفلسطيني بشكل عام في فلسطين التاريخية ولكن أيضا على العالم عربي وسائله الإعلامية اللي كانت تغطي في سنة الألفين ولا حد يمكن ألفين وخمسة أي اقتحامات اليوم عم نشهد فترة من الركود بالفعل ومثل ما ذكرتها يا وائل تخدير تام ومطلق سوى القنوات الإخبارية اللي واجبها الأول أن نتغطيها الأخبار أو حتى القنوات الفلسطينية على وجه الخصوص نعم دعم نقول أنه قضية فلسطين وقضية المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيام هي مش بس قضية فلسطينية طبعا هي قضية كل الإنسانيين كل الفكر في العالم كل العالم الإسلام والعالم المسيح في العالم هذه قضية الجميع التي يجب أن يقف فيها وحالة التخدير اللي سميناها اللي عم نشعر فيها هي بترمز بطريقة ما لخصم للمواجه إنه إذا بدك تقدر تكمل بشي طريقة ما وبشجعه في مرات قادمة أن يوسع الطريقة للهجوم هذا الإشي كمال شعرنا في قضية قانون القومية حتى الآن المفروض اليوم أن تجتمع المتابعة بعد أن كان فيه اجتماع صغير للقائم المشتركي في مكتب عدالة اللي هي جميع عدالة اللي بترافع عن العرب الفلسطينيين قانونيا في الداخل ملفت جدا كان تقديم التماس أسرع بكثير من كل قائم المشتركة للمعروفين لطائفة العرب المعروفين الأحرار اللي تصرفوا بشكل سريع وتوجهوا للعليا ونأمل أن يكونوا نالك نجاح مع أنه كل اللي بفهموا في القانون بيعرفوا الحديث عن قانون أساس وإسقاطوا داخل محكمة العلية يعني مهمة تقريبا يكاد يكون مستحيل نعم شبه مستحيل ولكن اللي شددوا عليه أيضا أعضاء الكنيسة وائل لما كانوا ضيوفنا من أكم من يوم أنه يعني بدنا نحاول وقف تنفيذ على الأقل يعني جزء من بنود هذا القانون العنصري بامتياز نعم وفي حديث أنه في جلسة قريبة مع سفيرة الاتحاد الأوروبة نشروا بأنه نجحوا بأنه يكون في جلسة قريبة مع هالسؤال ماذا سيثمر ذلك وهل ما لم يثمر في محاولة منع سن القانون يمكن أن يثمر في محاولة إلغاءه أيضا الاحتمال ضعيف جدا سؤال جدي ومنطقي جدا نعم نعرف أنه من أشهر طويلة في حديثنا هذا القانون وفي نقاش عليه وكان في محاولات لمنع سن المفروض أنه منع سن المفروض أنه أهون بكثير من أنك تلغي قانون أساس صوت عليه 62 شخص ووراء حكومي كامل ورئيس حكومي لذلك الحديث الآن على ما يبدو هو فقط للتعبير عن موقف ولتسجيل شهادات معينة للتاريخ مع ذلك نتمنى لهم النجاح وأن يقدروا يأثروا بطريقة أو بأخرى اللي لفت انتباهي مبارح شفنا أنه كل الدولة مبارح انشلت عمليا في حوالي خمسين شركة كل ياتهم وافقوا على إضراب عمال لقضية موضوع المثليين وكان في تل أبيب أكثر من 80 ألف متظاهر 80 ألف متظاهر استطاعت المجموعة بينه تجمعهن عشان تكوين أسر للمثليين وأنه بطالبوا اللي هني بشوفوه هناك حقوقهن السؤال ليش إحنا المجتمع العربي في الداخل مش عارفين نجمع كل هاي المجموعة أو نعمل مظاهرة كبيرة في تل أبيب أو في أي مكان آخر هل منقدر نجمع 80 ألف ليش التنظيم هنا عند مجموعات المثليين طلع أقوى منها بكثير لنفرض أنه سياسيا مثلا هناك السياسيين بدهم يدعموا أو فيه جهات معينة بدها هاي الحقوق أو معنية تدعم هاي المجموعات طب على الأقل شعبيا كمان وبالشارع هني أقوى منها مش بس فيما يسمى باللوبي السياسي أنا استنتجت مبارئ ترف بقوله أنه طلع من الخزاني مصطلح غربي ونحن أخذناه في وطننا العربي ومجتمعنا العربي طبعا فمستنتج أنه تكون برية الخزاني أقوى منك تكون جوية لكناسة في هاي الدولي بس كان ملفت جدا القوة اللي استخدموها والتأثير اللي غدروا يوصلو له والتأثير على أكبر الشركات وأكثر إشي كان ملفت إلي هي استطاعة تجنيد الشارع فهذا بقول أنه الموضوع بتعلق أيضا في طاقة وفي إيمان في قضية بغض النظر من مع من ضد نحكي على الإيمان في قضية والعنادي اتجاهها بينما العرب الفلسطيني في الداخل مليون ومئتين ألف مواطن في الداخل وهذا القانون هو مش بس بخص العرب في الداخل أيضا بشمل الكدس وبشمل مناطق الضفة قانون القومية وللأسف على الأقل على مستوى أننا في الداخل لم نستطع بعد أن نكون بعشر هذا الحراك رغم كبر قضيتنا نعم واليمكن من الجذير بالذكر في هذا الموضوع بالتحديد هو أنه أيضا السلطات الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية معنية بأن يكون حراك مثلي في الشوارع وحراك كهذا ضمن الأجندة الديمقراطية بين قوسين لإسرائيل على أساس كمان أن نسوق نفسها كدولي لبرالي دولي تؤمن في الحقوق وتؤمن في حرية الأقليات والمجتمعات والشرائع مختلفة وهذا ما يسمى بحسب على الأقل العلوم الاجتماعية والسياسية بظاهرة الغسيل الوردي الإسرائيلي نعم وأسرائيل تتعلق بأي شيء لكي يتبيد ما استطاعت من مواجهة أمام العالم صحيح أخيرا ما سدقل بالذات لعفاف أنه في موضوع مفروض يخلص خلال جمع عفاف وموضوع التناوب مفروض نشوف شو بسير لأنه بعده مش خالص لا وقل بركة رحمتنا من الستاتوسات على الفيس نحن شوية صغيري كان في عنا استراحة المفروض نرجع لها بالأيام القريبة جدا 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 القادمة الهزات الأرضية تقريبا خلصت بعده مش خالص المنديال خلص بوتين رجع انتخابه مرة تانية والمشكلة أنه وقل يونس المفروض خلال أربع خمس أيام حسب ما وعده في نهاية هذا الشهر يبطل عضو كنسة فهيكا بكفيش بطل عضو كنسة يعني وفاة مواطن وعضو كنسة إسا بصير مش عضو كنسة كمان مواطن درجة تاني بطلع من الكنسة يعني كمان لسه دولة هويتان فين أبو رحمون مفروض بتصير عضو كنسة كمان مواطن درجة تاني منعرفش كدير بتقعد داخل الكنسة خصوصا أنه في حديث عن انتخابات مبكرة خلال الأشهر القريب القادم نستنى منشوف احنا طبعا هاي الأيام منحتفل بسنة على مشكلة وقضية التناوب نعم الـ 12 شهر كيف قلق أحد الأصدقاء الهاكم التناوب الهاكم التناوب هذا كان آخر ما عندنا كوائل احنا نستنى الجديد في هذا الموضوع حتى نسمع كمان تعليقاتك يا وائل عن هالقضية على أمل أن تنتهي سريعا جدا سريعا جدا خلاص سأتبقى تدور على قضية تاني يتعلق عليها على مستوى اليوم يوم كل ثقان ورح تيجي قضايا تعني كثير إن شاء الله شكرا جزيلا يا وائل عواد على نقل وقراءة أيضا هذه العنوين اللي موجودة على الأجندة السياسية والاجتماعية أيضا بشكل أو بآخر وعلى فقرة ما بعد الأخبار